بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامبل انسحاب من الاتفاق النووي مع إيران توالى إعلان الشركات العالمية وقف تعاملاتها الاقتصادية مع إيران وبالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران العقوبات الأمريكية تشمل فرض حظر على تعامل الشركات الدولية مع طهران وتشديد الرقابة على التحويلات المالية من وإلى البنوك الإيرانية تلك العقوبات أدت إلى اتجاه عدد كبير من الشركات العالمية للانسحاب من السوق الإيرانية ووقف تعاملاتها مع شركات إيرانية عملاق النفط الفرنسي توتال أعلن الاستعداد إلى الانسحاب من السوق الإيرانية الذي يتركز بشكل رئيسي في تطوير حقل الغاز بارس جنوب إيران فيما أعلنت شركة ميركستانكرز الدينماركية المتخصصة في تشغيل ناقلات المنتجات النفطية توقف اتفاقاتها مع العملاء الإيرانيين بشكل تدريجي بحلول نوفمبر المقبل مجموعة إنجي الفرنسية للطاقة والمرافق أعلنت كذلك إنهاء عقودها الهندسية مع إيران بحلول نوفمبر المقبل بن كوديزيد الألماني أعلن أنه سيوقف تعاملاته بشكل كامل مع إيران بداية من أول يوليو المقبل وبحسب مراقبون فإن الشركات الأوروبية لا تثق بقدرة الاتحاد الأوروبي على حمايتها من العقوبات الأمريكية المرتقبة ما دفعها لإعلان وقف نشاطها أو تقليصه تدريجياً عينك على العالم